نذهب إلى مجاز الأهم الأخبار مع دينا تفضل يا دين مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية جاء ذلك خلال استقباله وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربية وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد أن إنعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي إنما يجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاطق البرلمانيين العرب وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس السيسي حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيل علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومية أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية وخلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شط الأصيدة بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين ومن ناحية أخرى استقبل الرئيس السيسي كارلس أوريول رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات فضلا عن التباحث حول الأفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي التوجه ثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وأكد تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص معربا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 221 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعفين من الفيروس إلى 4882 حالة وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2009 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 58 حالة جديدة استعادت الشرطة الكندية السيطرة بالشكل شبه كامل على وسط مدينة أتاوى بعد شله لمدة 24 يوما بسبب احتجاج سائق الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كورونا وأوضحت الشرطة الكندية أنها ألقت القبض على 190 متظاهرا وأزاحت نحو 80 عربا للمتظاهرين وخيم مؤات من سائق الشاحنات خارج مقر البرلمان منذ نهاية يناير احتجاجا على إلزامهم بالتطعيم ضد كورونا لعبور الحدود الكندية الأمريكية طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يأخذ حلف شمال الأطلانتي الناتو والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية على محمل الجد واعتبر بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرو أن الاستفزازات الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا مشيرا إلى عزمه على تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وأكد الرئيس الروسي أن تسليم الدول الغربية أسلحة حديثة وذخائر للقوات الأوكرانية يدفع كييف نحو حل عسكري في نذاعها مع الانفصاليين وفي الوقت نفسه أعلن الإلزي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وفق على مبدأ أن يلتقي في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إمانويل ماكرو سيتم لاحقا توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنيين وستبحث في مسائل الأمن والاستقرار الإستراتيجي في أوروبا قالت توزارة الدفاع في بيلاروسيا أن روسيا ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد وأوضحت توزارة الدفاع أن قرار التمديد اتخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدود البلدين والوضع في منطقة دونباز شرق أوكرانيا يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت حوادث القصف المتفرقة بالخط الفاصل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين في تلك المنطقة بشكل حاد ختم موجد الثامنة فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر